بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلطة حراقات أحلام نجيب محفوظ منحاول فيها أن يؤثر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ نرد الحلم رقم 262 يبدأ هكذا رأيت عمي وزوجته جالسين أمام أبيه ويقولان نحن نخطب ابنك لابنتنا فقال إنه أمامه مشوار طويل كي يستعد فقال البركة فيك بمعنى ساعده البركة فيك كما سعدت إخواته فقال لهما نحن في أزمة الآن وأنا أعاني فخرج خائبي الأمل ولما توفى أبي زرنا عمي وهو يبكي فتسألت أهي دموع الحزن أم دموع الندم يا محفوظ يا جمالك الموضوع المهم في النص ده من رؤيتي والحضرات كوطر وما تشاءوا هو إنه الناس الغالبية العزمة من الناس بتعمل إيه؟ بتحسب الحسابات بتوظف وتحط خطط واستخبالية اللي مش بس لحياتها والحياة أولادها كمان وهي بتعمل لهذه الحسابات ما بيجيش شبالها خالص الموت الموت مش مش موضوع بيحطوه ضمن حساباتهم حسابات البشر قيمة على إنهم عايشين فوريبر قيمة الحماقة والله الموت مش حطينه في الاعتبار خالص خالص ولذلك من ضمن الحاجات اللي في طراثنا الإسلامي فكرة إنك يا أيها الإنسان اكتب الوصية اكتب وسيطة مش عشان تدي لفلان ولا علان لا 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 وسيطك تبقى تحت مخدتك أنت مش مفروض تكتب لحد حاجة التأسيمة ربنا مقسمة من عنده لكن هي الفكرة هي فكرة هذا إنه يبقى في داخلك أيضا زي ما إنه أنت جواك إنك هتعيش أبدا لا إنك هتموت غدا أو مش غدا هتموت الآن فدي حاجة بيفتقدوها الغالبين العظمى من بشر وهم بيخططوا لحياتهم والحياة أولادهم ولذلك المتصرف الكبير محمد بن عبدالجبار النفري اللي ليه حلقات كتيرة عندنا في القناة عنده جملة مكونة من كلمتين أنا باعتبرهم جزء مهم جدا في فلسفته ومفروض يوصلون لنا لو نستطيع إن إحنا نستوعب بيقول إيه حسابك غلط يا أيها الإنسان ذو العقل المحدود الذي لا تعلم أي شيء عن المستقبل تعمل حساب حسابك غلط مش معنى كده يا جماعة إطلاقا مش عايز أي حد يفهم إن إحنا ما نخططش للمستقبل كمجتمع ولا إن إحنا ما نخططش لحياتنا كبشر إطلاقا بس لازم وإنت متخطط تبقى عارف إن حسابك غلط وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله والله أعلى ترجمة نانسي قنقر